موسيقى مساء الخير جدد اللقاء مرة ثانية ومواضيع يديدة ان شاء الله تعجبكم وتستفيدون منها اليوم بتكلم عن الحلويات وهي بطلة سفر رمضان أو شهر رمضان واللي الناس تنضر رمضان علشان تاكل القيمات وأطايف وigma وسبحان الله طعم الحلويات في شهر رمضان مختلف عن الأشهر الباد جاء يعني من ناكل القيمات في الارمضان غير لمن ناكل القيمات في أي شهر ثاني وما حد يقدر يقول اننا ما حاب القيمات أو ما استمتع 1990 لذلك اليوم بتكلم عن الحلويات من الأسوأ إلى الأفضل كلنا نحب الحلويات وكلنا نحب ناكل القيمات وأطايف وكنافة وزلابية وكاكاو والحلويات اليديدة وخاصة بعد يوم طويل من الصيام لما نتفطر ونقعد مع العائلة ونشرب شاي وقهوة وما يحلى الحديث أو السوال فما تحلى إلا بوجود هذه الحلويات بس لكل شيء كمية ومقدار ناكله فيه عشان لا نتضرر والحلويات بشكل خاص من الأشياء اللي لازم ناكلها بحساب لأنه هي أكثر الأكلات التي تحتوي على سعرات الحرارية مع أن حجمها صغير يعني مثلا من أسوأ أنواع الحلويات في شهر رمضان هي اللقيمات ليش؟ لأن كلها عين نشا شكر ودهن يعني ما فيها أي قيمة غذائية ولا فيها بروتين وهو الشيء اللي دائما ندور عليه علشان نقول أنها الأكلة قد يكون فيها قيمة غذائية أكثر من غيرها الحين من أسوأ الحلويات قلنا القيمات أول شيء ثاني شيء القاعدة العامة أي نوع حلو كلها عين وخاصة إذا كان مقلب الزيت وهو أسوأ أنواع الحلويات لما الحلويات تصير فيها شوية بروتين حتى لو كان فيها دهون ونشويات تصير قيمتها الغذائية أعلى أو نقول إحنا أكثر فائدة الحين من الحلويات الأخرى السيئة اللي هي بلح الشام لأنها كذلك عبارة عن عين مقلي بالزيت لكن بلح الشام أكثر فائدة شوية من القيمات لأنه فيه بيض نفس الشيء ينطبق على صب القفشة صب القفشة أفيد شوية من القيمات لأنه فيها بيض الحين إذا انتقلنا إلى الأطايف في الأطايف عين مقلي لكن داخله أحيانا يكون المكون غني بالبروتين مثل لما نحشي إحنا الأطايف بالجوز لما نحشي الأطايف بالجوز ترتفع قيمتها الغذائية لأنه المضمون يكون عالي بالبروتين وعالي بالدهون المفيدة بشرط أنه إحنا بدلا نقلي الأطايف نشويها فتصير الأطايف في هالحالة حلو متوسط القيمة الغذائية حين ننتقل من الأطايف إلى الكنافة الكنافة من الحلويات اللي فيها شعرات حرارية وايد لكن بنفس الوقت فيها بروتين لأنه فيها جبن قيمتها الغذائية نقدر نقول نص نص لأنه فيها شكر فيها دهن اللي رقع شوية الموضوع أنه فيها شوية بروتين فقطعة صغيرة من الكنافة قد لا تضر وخاصة إذا كان الشخص يمارس رياضة أو نشيط حركيا الحين الحلويات المفيدة واللي أنا أنصح فيها برمضان هي أول شيء المحلبية لأنه فيها حليب ونقدر نتحكم بكمية السكر ونقدر حتى نتحكم بدسم الحليب اللي موجود ثاني شيء الألبة لأنه فيها كذلك بروتين عالي من البيض ومن الحليب وكذلك نقدر نتحكم في كمية السكر اللي فيها وبدسم الحليب فدائما لما نكون الأساس أو المكون الأساسي لطبق الحلو عالي بالبروتين ونقدر نتحكم في دهونه الحلو يكون أفضل من الصنف الآخر لكل النشويات ويكون مقلب الزيت مثل القيمات مع الأسف الحبوب من أكثر الأشياء اللي نستخدمها في شهر رمضان لأنه هي الطبق الرئيسي أو هي مكون الطبق الرئيسي اللي يكون على سفرة الفطور يعني نلاقي إنه اليريش والهريس أو العيش أو حتى الكنوة من الحبوب اللي تكون موجودة على سفرتنا لذلك أنا خصصت فقرة اليوم علشان نتكلم عن نوع مهم من الحبوب اللي خذ المركز الأول في عام 2013 على أن أكثر الحبوب فايدة وأقواها وحتى سمي بأحد السوبرفود أو انضم إلى قائمة السوبرفود السوبرفود يعني الأطعمة الغنية التي تحتوي على كميات كبيرة من المغذيات سواء من معادن أو فيتامينات أو بروتينات أو ألياف اليوم بتكلم عن الكنوة طبعاً الكنوة من الحبوب اللي انتشرت مؤخراً في بيئاتنا وفي مجتمعاتنا يعني إحنا ما كنا ندري عنها بدنا نستخدمها أو نتناولها أو تكون موجودة في أطباقنا بداية تقريباً من 2013 أو آخر 2012 الكنوة غنية جداً بكثير من المعادن والفيتامينات بالإضافة للألياف والبروتين الشي اللي خلاها الخيار الأول للناس اللي يدورون الأكل الصحي يعني قمنا نسمع أن الناس يوخرون عن العيش والمعكرونة واليريش والهريس وهذه الأصناف ودائماً يلجؤون حق الكنوة كبديل حق العيش ليش يلجؤون حق الكنوة كبديل للعيش؟ لأنه أولاً الكنوة أكثر احتواء على الألياف الشي الثاني فيها كمية بروتين أكثر الشي الثالث تحتوي على معادن مثل الحديد والفوليك أسد بكميات كبيرة طبعاً الحديد والفوليك أسد مهم جداً لتكفين كرية الدم الحمرة وكذلك مهم جداً للناس اللي تسوي رياضة لتغذية العضلة لكن الكنوة أنواع نحن عندنا الحين هنا لون الأبيض والكنوة باللون الأحمر والكنوة باللون الأسود والمعتقد الشائع أن كل ما الشي صار لونه أغمج كل ما صار أفيد إلى أي مدى صحيح هذه المعلومة بالكنوة الحين رح نشوف مع بعض بالنسبة للكنوة البيضة هي المصدر الأفضل للمعادن يعني الكنوة البيضة فيها حديد وفوليك أسد أما الكنوة الحمرة فهي الأغنى بالألياف والكربوهايدرات يعني اللي يدور ألياف أكثر وكربوهايدرات أكثر يرجأ حق الكنوة الحمرة واللي يدور حديد أكثر وفوليك أسد أكثر علشان يقوي دمه يلجأ الكنوة البيضة وطبعاً هذا خارق للطبيعة لأنه بالعادة نقول حق الناس الشي الأحمر وهو المفيد حق الدم لكن الكنوة هي الاستثناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر